يكو شخص ما يقوقون كمبداع في الطويل نحو كما قدا تغيب بطاقة الوحيدة سوف نقوم بالتحديد في الطويل تغيب بطاقة الوحيدة نقوم بداعي 2 jackiles ونحو الكبداع بالتحديد وصل الأعيان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في واحدة هي الكيرف دي لازم اخليها تأكد ان هي اوسط اللوك بتاعها ولازم كلهم يقفلوا عليها هنقفل دي كده دي لص الفكرة دي دي كده دي كده دي كده دي ايه دي دي خاصة بالجهاز ده احنا بالنكمبير ده بالسيركتس العالية بتاعت البنتليتر سيركتس البنتليتر سيركتس العالية لان احنا ركبه دلوقتي ويبقى فيها كف اللي هي اللي بتجمع الوطر دراب دي تعتبر الوطر دراب دي سيركتس العالية دي معمولة كده عشان ما ينفعش عمل الانترابشن للسيركتس نفسها فما ينفعش هتشينج البرشور جوه تمان فانيه تتوصل هنا وجده متأكد ان دي من تحت لوقت دي سيوي عادية جداً لو هي كده هي مفتوحة فهتنزل الماء ما تجمعها هنا يليها فتحة من فوق وفتحة من تحت فلازم تأكد ان دي لوقت دي من فوق ومن تحت في استحسن ان انا هوا حتى لو هانا شايف ان دي مقهولة احضلها كفر سري ويجي فحتى عشان تمنع الليك في السيركتس عشان الجهاز يعدى الكاليبريشن لانه هوا ما جداً ما يكونش فيه اي ليك في الكاليبريشن تمام؟ فلازم تأكد ان دي مقهولة ودي برضو مقهولة جهاز نفسه السيركتس العادية فيها الواسطين الاول الجهاز من هنا لو جينا بوصع الجهاز من وره من هنا وانصل ان انا وصلت اليرو الاكسجين ده الانسفيراتر كونكشن زي الانسفيراتر الليمبي بتاع الفنتلياتر فالمفروض ان انا وصلت اليرو الاكسجين وان انا وصلتهم بيبدا يباتي فلو طالع من الكنكشنز دي اهو تمام؟ طيب هاو تابع هاو هاده مطلع من الجهاز ما بين الانسفيراتر فلو خلو ده اللي طالع من الجهاز لو بيطلع في لهو كده. بحط دي هنا. والتنشان التاني بتاعه بيخش على الهندفايل. السيركت نفسها بتيجي. لو السيركت دي طبعا للسيركت دي بتاعقم ويمتها بتاعقم هلازمة. فلو السيركت جديدة مش هيبقيتها الكونكشن زي الكبس دي احنا عقبنا بلكده. فهنلاقي الكونكشن الكبس دي قول دي واصله بيها. فاحنا هنشيل الكبس وخاني السيركت اول مرة عشان نحطها معها. وهنقل دي وقت الكبس دي واشيباتي ايه. فلو السيركت جاي عادي جدا اول مرة هنقل كده. بتقول ده بيكون جاي لواحده. اللي هو بتاع يعني هنشبهه بالنسباترو وطبعا من هنا ما فيش نسباترو اكسباتري. فهنقول لكم فين واسفلو. لو ازي ما شخنا قبل كده في المحاضرة بتاعت. تمام? فدي الواصلة بتاعت. تمام? دي كده. وفيدي من غير كبس ولا كونكشن. هنقول ده هتتعمل ايه? فابدأ احط. الواصلة دي. نفسها بتركب هنا. نفسها بتكون سيركت نفسها بتكون سيركت ده هعمل السيركت اللي ما قدام اللي باس من السيركت. لو هي ملفوفة زي كده ينفع دين توريتيت من هنا. هنفع دين توريتيت من هنا او من هنا زي ما انت عاوزه. الحسب الانت عاوزه. طبعا. الواصلة دي اللي تبقى جاية من الهموديفاير. تمام? فانا عندي كده. هنفع جاي من الجهاز نفسه للهموديفاير. واقود فلو من الهموديفاير للسيركت بعد نفسها. طب نجي بعد كده للسيركت من هنا. دي واصلة. اللي انا جيت على الجهاز نفسه من هنا. جبت الحاجات دي. جبت الالوان دي. اللي هو الاخدر والأحمر واللابيض والأزرع. دي بريشارز اللي هو الكنترول او الدمب او اليروي فرشار او الليمت. دي حاجات كلها بتقيس البرشار جوا السيركت. ودي تديني الريدنج على الجهاز اللي هنشوفها دلوقتي لما نجل شغل الجهاز. طيب. انا دلوقتي هواسل كل حاجة الكلر بيتاحها زيها. دي واصلة السيركت نفسها. دي البيضة دي تبقى اليروي بريشار. بواصل دي كده. في حاجة دي. الجزء العضوية المغضر ده. دي حاجة اسمها ستوبر. دي اللي بتخطها في جوة السيركت نقدان. عشان لما عايزي نعمل كده بريشار مجلس. فهنا نخطها بس. ما تبقاش بس. اكسب غسجو مفتوح. عشان لو سيدناها كده. ما تبقاش كحاجة مفتوحة لغاية. زي ما قولنا. الكابلات دي. زي ما كولنا منقول دلوقتي لسة. والكبس وصفتنا ان هي بتقيس. تبقاش بريشار والفلول من قرية دول سيركت نفسها. اللي اكتروك نهيجة عشان شار دي. زي ما رو نشوف دلوقتي. كل واحدة من اللايونز والكابلات دي لها الكدر بتاعها. حانا فهوصل لغضر. اللغضر روسها في لغضر. الازرع. الازرع. والأحمر نفس الفكرة. كل حاجة انطلر بداع. مرحبا. دي الكابس من جوه كده او البالونز. دي اللي بتيجي. دي اللي هي وظافتها ليه بالزبط. الكنترولر او السينسور التي تبقى جوه السيركتس عشان تقول ل. جوه اللي هي بتبنى عشاشات اللي انا هنشوفها النجاة المكيهة فيها. اللي هي دي. فكل واحدة بتركب في المكان المخفصة له. هم كلهم نفس مفيش فرق في الصيز بتاعهم. فكلهم عادي مركبوا يعني انا لو بقدلت دي مكان دي او دي مكان دي مفيش فيها اي مشكلة. بس اهم حاجة السنسور بتاعها هيبقى فيها. فدي الورايبة من اللازرق تبقى في اللازرق. والارضر اللي هي الاولانية. تبقى في الارضر. والاحمر اللي هي بتبقى هنا. طيب. ما يصلي ايه؟ ما يصلي التمبراتشرد او السنسور بتاعه التمبراتشر بتاع هم دي فارر. في السيركتز العليا الكابل السنسور بتاع هم دي فارر ده نفسه بيبقى دبل بيبقى اتنين بس بيبقى فاتحتين بس. اه انما في السنسور بتاع الهاي فريقونسي في السيركت نفسها لو جينا للفاتحة بتاع الناس باتري طالع من الهم دي دي. وبصينا من هنا كده. هلاقي السنسور ده تريبل. اللي انا بكارن ده بالسنسور العادي او بالكابل العادي هيبقى ده تلاتة فيه تلات فاتحات. اما التاني السنسور بس دبل. هممفعش اي كابل يركب عليه. وده عادي جدا بتقصل في الهم دي فارر. زي السيركت اللي عادي هي الكابل اللي ازرق اللي هو السنسور نفسه بقى. اللي ببقى اوصل للسيركت باركب عادي جدا. بطلع قدام بقى في السيركت. امت هنا بقى عندك فتحتين في السيركت نفسها. اه ما تحط السنسور نفسه رايب من العيان زي هنا. هنا كده فساعتها هيسنسل تيمبراتشر من هنا. او تحطه في الميدل من هنا دي برضه بتتشيل كده. ينفع تحط فيه السنسور وتتقفل له قدام. فزي از يولايك يعني. مش هكيف رايب. طيب. نجل الجهاز نفسه. ونا كده وصلنا السيركت. فكده السيركت مكونة من. هنبوس ثاني مع بعض. الانسفل يترفلو من الجهاز نفسه. ده. اللي هو وصل. اللي هو وصل من هنا. طالع من الجهاز ووصل للهاموديفاير. ومن اللي هو السيركت نفسها. والسيركت نفسها متوصلة بي لوصلتها. تمام? طيب. لو بصت بقى عمي الكمبونت ففي الجهاز نفسه. الجهاز احنا من ورا من هنا. لو انا عاوز يروفيت الاسكرين انا عندي الضرور ده. لو فتحته كده. ولفيت الشاشة اللي يروفيت معي. في اي اتجاه انا عاوزه. وسواء شمال او يونين زي ما انا عاوز. الهدف مالها ان انا خلي الجهاز او ان صرفت نفسها على العيال. عشان ما عاملش تشيرجنج في الجهاز اللي الجهاز اكتشالي بيطلعه. اذا هنشوفها ده الانت بتاع الاكسجين ده الانت بتاع الاير. نجي من قدام من هنا. من قدام من هنا زرار الباور بتاع الجهاز. لو ضغط عليه كده. لو ضغط انا ضغط عليه كده الجهاز المقفول اللي هو فتحته. الجهاز يبدأ ينور واشتع الكراسي الكراسي باوصل في الجهاز ابدأ التست اللي انا عاوز بتاعي العادي جدا. هنسيبه مفتوح عشان نبدأ التست بتاعي. طيب. دي بقى الفرامتر زي اللي هنتكلم عنها جزء جزء دي زي ما كنا بنقول. ده باول حاجة ده باول حاجة بتاع الانت عاوز افتا يتوقت دي. فده انت رول عادي جدا وبتاجست زي ما قلنا زرور ده بتاع الباور. لو انا ضغط عليه. فنبدأ يوصل الكهربة في الجهاز. فنبدأ بحرابة طرز او الجهاز يشتغل عندي. لو انا طفيته فصلت الكهربة هليط في الجهاز. فهنوصل الجهاز فنبدأ بتاعي الكالبريشن. لو انا قدت هنا ثم بقاش يعني تايف. انا مش عارف انا هعملي لما اجابدأ الكالبريشن. هو الجهاز نفسه عليه زي ستيكر كده بالستيبس اللي انت هتعملها علشان تبدأ الكالبريشن بتاعك. يعني انت مش محتاج تحفظ انت هتعملين. انت محتاج بس تشيك البرامترز اللي مكتوبة او الحاجات للستيبس اللي مكتوبة اللي انت هتعملها عشان تبقى الجهاز فت انه هو هشتغل على العيان. فلو احنا بنقرم عبعد كده كده ان انا مش عارفين اي حاجة. فبيقول لك اللي هو الموديل بتاع الجهاز يعني. فلو اي حاجة يعني قبل ما توصل اي حاجة على العيان الجهاز نفسه على العيان. لازل انت تكاليبريت السيكيط ثرو دي سيستيبس. اول حاجة بيقول لك انسرت استوبر اندبشانت سيركيت اللي هي الواي. اللي احنا كنا مكتوبة عليها دلوقتي. اللي هي الستوبر. الخضراء اللي قدام دي. ممكن يوصى على. اللي هي دي. قولك لك الاول انسرت استوبر عشان يقدر يمجر اكوري تريشر جوال سيركيت. فدي اللي استوبر. اللي هتوقف في الجهاز. فدي اول حاجة. يبقى انت اول حاجة هتانسرت التاني حاجة. روتيت الميم ده. الجزء بتاع الميم ده لازم تأجسط الميم بتاعك للمكسمم. انا شايفين هي هنا ده زرات. ده زرار بيكنترول. وهنا بيقول لي المينمو. وهنا بيقول لي المكسمم. فانا اخلي ده على المكسمم. وهخلي ده على المكسمم. يبقى ان اول حاجة وصلت الاستوبر في السيركيت. بعد كده خليت بتاعي على المكسمم. بداخلها على الماكس وده على المكس طيب. نرجع انا شوف ثلاث خطو مع بعض. موسيقى 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 ده الفلو بتاع الاير اللي طالع علي العيان فبقول لك ادجسط الفلو بتاعي ده على عشرين لتر برمنت الفلو درين فعغيره تلاتين اربعين خمسين ستين زي ما انا عاود فانا بنزل يبقى ادجسط الفلو بتاعي واكشلي ده الستارت سيتنج زي هنقول دلوقت الستنج اللي هنبدأ عليها على العيان بالظبط بقى عملة ازاي فبخلي الفلو بتاعي على عشرين لتر برمنت يبقى ده الفلو وده المين برشرة اول حاجة بخلي الفلو على العشرين بخلي المين برشرة على الماكسيمم ودهوصل الستوبر في السيركيت من قدامك تمام نرجع تاني نبص على التشكليست طيب احنا كده بعد كده هندوس على الزرار الاوسليتور اخليه اون تمام بعد كده البوينت الخامسة عشان دي اخر خطوة اللي انا هعملها هي الخطوة الرابعة دي ان انا هدوس على زرار الاون بتاع الاوسليتور طيب بعد كده بيقول لك وانتا بعد ما بتدوس على زرار الاوسليتور لازم يكون الجهاز اريه من تسعة وثلاثين لتاتة واربعين طيب لو طلع المين ايروي برشرة ده اقل من تسعة وثلاثين يبقى عندليك اكتر من تسعة وثلاثين تاتة واربعين ده اكسبتد وبعد كده اتدع باللينش والسيتنج اللي هنقول هادلواتي فاحنا كده للسبسل نبص مع بعض تاني من الاول انسير الستوبر حطينا الستوبر ونشوف المين برشرة يفعل كامله ده البوين برشرة طيب انا دوست على زرار الاوسليتور حيث انا دست على زرار الاوسليتور وانتا دست على زرار الاوسليتور اجاب لي المين برشرة سمعة وثلاثين وسبعة فاليكون واحدة من الكبس او يكون في البرمات المعدة فان كل الناس هم اعمله اذا رقم بسيط جدا من 37.5 ال39 الي هو واحد ونص وليس رقم كبير او 41.10 فانا بس كل انا هم اعمله انا سأقوم بانان انا عندي كل البرمات المشركة لانه اي اي ليد لو حصلت تشينزيج ورقم ده اي ال39 او اكتر يبقى ساعتها خلاص اللي تكعمل عن حتها معينا تذببها وخلاص لو ما حصلش ما فيش اجريسيب يعني تشينجنج هيحصل في السيركت أو في العيان يعني الفرق بسوط جدا يعني فأنا بس هتنفرم على كل الكنيكشن لنها سكيما فهأكد على الجرور الكنيكشن بتاعت الامتلو اللي طبع من الجهاز نفسه بعد كده هتشيك على الهدف الهوز اللي هو راحلي الهوموديفاير والهوموديفاير نفسه فيه في مكان هنا اللي بانحطت منه المياه أقل يكون بيلايك فأنا بس هل بس يعني هل بس ضغطة بسيطة كده هدوس على دي هجمد بس إن الواصلاء كلها وصلة فويس جدا مفيش منها ليك سأدوس على دول اكتر مكان بيبقى مدليك في السيركت هي الكبس لو جبنا نبصها على البلونز من جوه من هنا البلونز دي نفسها لو بصنا عليها من جوه انا ممكن نشود واحدة خالص البلونة نفسها اول موصل فيها فلو للجهاز بيحصل انها بتتنفخ كده فالبلونة دي كده مشغلة كويس مفروض طالما فيه فلو واصل للجهاز البلونة دي تبقى انفليتد فغالبا الكنبتد ايه بيتدخل من البلونة دي طبرا الا بعمل ايه بيحصل الان فلو واصلها وستقردين الجخل شايفيني شايفين دي البلونة دي مفلنيتد على الاخر فالبلون دي جدد مش منها لك عم Counbre فشكلها الكنبتد اصلا فشكلها دي اللي مليكة فادي هنا ممكن نردارها ماذا يقول لنا هي مادية مشكلة في القبس في الوقت التي كان بعد ما اتتحنا القبس التي كان هناك كان قابل من ١١١ ١١١ في الوقت بعد ما اتتحنا القبس قابل من ١٢١٣ لأنها مادية مشكلة بس قابل من قبس موسط او ان الوطر درابنا السعر لأننا كنا نبهنا عليها في أول البيبي هنا تحت دي لأن هذه مفنوخة او مفنوخة وها تحتاجها في م tanta شوصة لانا نتأكد منه لا تحتاجها بس هو مائك المشكلة في القبس لأن هناك مشكلة في القبس لن يجب من المشكلة من الكبس الجهاز موظونا فوق تحفل الوقت نفس الشهر كما رأى هذه الجهاز غير مجرد هذا الجهاز تعمل تعمل تقربات مائها أو تتابعات مائها او تلعبي جدا يعديم كلها والجهاز تعمل تدعني مدرسة قائمة جميلة جيدة تعمل مستمتع الأمن ثم اضع لتعمل لتعرفة المائها قيام بني على المسقل كانت من مائها المترجم الى 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 الم افترض ان الارو فرشر الاخير ١٩ فهنبدأ بإنشي المين ايرو فرشر ٢٠ فهبدأ ادجاست من هنا ادجاستر من هنا ويبدأ ينزل معي الرقم اهو كان ٣٩ بواحد ٣٣ هبدأ انزل بالراحة بـ ٢٥ كده المين ايرو فرشر بتاعي ٢٠ فكده انا بدأ في النشي المين ايرو فرشر ٢٠ عشر ٢٠ علشان كان اخر مين على الكمبينش والفنتليتور عندي ٦ فبعد كده ابدأ بـ ٢٦ ده الجزء بتاع الامبليتود ده الزرار اللي بقعد لمنه بـ ٢٦ انا عاوز خالده الرقم ده كام طيب الرقم ده بناء على ايه؟ بيبقى بناء على ان قد ايه بيحصل اصوليشن انا مبصل الهاتريكوانتي على بعيان بيبقى يحصل اصوليشن لجسم العين اللي هي اللي فيها الزيت فالمكان بالظبط اللي بيتبقيه الهاتريكوانتي بيبقى ايه؟ فانا عندي المفروض ترجل ده لحد الامبليتود فكل ما زود دلتا بي او الامبليتود كل قوة الهاتريكوانتي متزيد فانا هنا ترجل ده؟ ترجل ده الهاتريكواني لحد فيه فابدأ ازود جرادوري لحد موصل لانا كده لانزل فابدأ ازود جرادوري لحد موصل ريزنغول السوريشن تمام؟ طيب كده ده رقم بيقعد طيب بعد كده عندي التامي الاسفاراتري اللي هو اللي تحت ده على قول كل حاجة بقى ازرار تحتها مافيش حاجة متعكسة غير المين ايرو برشور المين برشور اللي هو ده اللي هو بيظهر على الشاشة هنا طيب انت تحت ازود جرادوري المين برشور الضغط تعليل ثانية بالاسفاراتري من الهاتف عن كل المرات يعني ازول اياه بل dedi لانه عندما يكون عندي اجريسي او اجريسيب ايبوكسي او اجريسيب ايبوكسي بلد هو طيب الهاتف موسيقى اذا ازود جرادوري ثم سمستطع الى قمط الى وانت تلك الهاتف قلل القلل هو الرسالة يقمط الهاتف رقم 10 دقيقة يعني معنى ذلك ان هو بدي 10 مرس في السانية، بدي 10 اهتزازات في السانية فمعنى ذلك ان هو على بيد بي 600 اسوليشن في ديئة الواحدة لونا على فريقونسي 10 فانابدى انشاري فريقونسي 10 الديبندا على الوكال جايد مانز التعافي المحكام اللوكال البرتوكول في بعض البرتوكول يتقول لك ان انت لازم تتسبب البرتوكول وتغير المين اكوردنجلي يعني انت بتتسبب البرتوكول ويطمت تشينج المين ايرو فرشور ويطمت تسبب البرتوكول بعض البرتوكول التعيه يقول لك ان انت ينفع تتشينج في كله على حسب الجهاز العيان تتبنت على الوكال بروتوكول بتاع المكان اللو انت فيه طيب ايبانا كده حطيت من ايرو فرشور اعلى من الكمبينش الاربع حطيت هور او امبليتوكول او دلتا بيه اي 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 نسميه كلهم نفس الاسم يعني لحد ما شو فريزنا بالاستوليشن او على العيان لحد الامبليكاس حطيت طيب الانسبيراتي 30 حطيت اميشيال فريكنسي عشرة كل العاجات دي اميشيال ستتغير بعد اول جهاز اللي بعملها للعيان اللي هي بعد 50 مينت من الشياتينج وهاي فريكنسي تمام طيب وده احنا كده بدي شوية الزراير او البرامتر اللي بنغيرها هنا طيب انا عمت الزراير ده اللي هو لما ننزل الجهاز تحت من هنا فده اسمه ان انا بزبط في الوزيشن بتاع الاسوليتر بيخليه نيوترال في النص يعني لو انا بغص على النقطة اللي فوق دي انا بغص على النقطة اللي فوق دي لما قرد تبقى سنترلايز في النص يعني في نص النقطة عند كده ببدا انا اتحكم في الزراير ده زي ما انا عاوز حد ما تبقى سنترلايز بي النص نص النص الزراير ده اللي هو يقص overly.\ أنا مثل غيث للغة ساعت للغة الاسmillimeter بالتطوير الاسم أو السى اذا انا عاوز ernt ما ينتقى أنا مثل عاوز الزراير ده هذا من زرار الخزanal 45 إذا فورتي فايف ساكند سايلنت يعني لو انا قصلت الجهاز لأي سبب زي كده مثلا امشيك الوصفر موديه ابدأ الجهاز خلاص عمل عشان انا ما اكتيباتي سايلنت فهو مش هشتغل وانا هتعمل هيبدأ الجهاز يشتغل تاني فده لو انا مش اعمل عليه ضغط عليه اكتيبيشن مش هيدي هقول ما افصل الجهاز هيدي الارمينج على اكول ده بالنسبة لي الانيشال سايتنج المفروض ان انا بعد ما اوصل الى عيان لازم تكون السيركت اولاين بتاعي والتيوبن تبقى ستريتلائن بالشكل انا بحوك دي على الحامة هنا كده ومخالي السيركت بصفة التوزيشن كاسة بسيركت ستريت لان انا كل ما بغاير السيركت كل ما بغاير بصفة كل ما خداها كين كده بيحصل تشينجيج على الجهاز انا في الوقت سيركتان متنية بصفة التوزيشن اول ما خلقتي السيركت بصفة التوزيشن بصفة التوزيشن بصفة التوزيشن لانه يجب ان يكون الانيشن بصفة التوزيشن طبعا امس ان انا بوصل الجهاز بعد 15 مينتز باز اعمل شست اكس ري علشان اشوف الانفليشن بتاع لانجا واعمل بلد جازيز علشان اشوف انا هاعدي بالفرامتر طبعا الجوز بتاع الالفرامتر بتاع التوزيشن بتاع الهيبريقونس بصفة التوزيشن بصفة التوزيشن بصفة التوزيشن